أهلاً بالجميع على حلقة جديدة من سلسلة العبارات والمصطلحات السياسية عبارات والمصطلحات قوية جداً جداً لو أنت حابب تقول القضية الفلسطينية فعندنا أكثر من مرادفة لهذه الكلمة باللغة الإنجليزية طبعاً ممكن تقول وممكن تقول وممكن تقول وممكن تقول فمثلاً ممكن تقول أما مستوطن يعني شخص يستوطن في مكان فتسمى مثل المستوطنين الإسرائيليين يستوطن في مكان يعيش يعني يسكن فيه فتسمى مستوطنة مجموعة مباني في مكان معين تسمى مثل المستوطنات الإسرائيلية والصهاينة تسمى صهيوني يعني شخص صهيوني يسمى زاينست بينما الصهيونية كفكر فتسمى زاينزم 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 فمثلاً ممكن تقول الصهاينة أو المستوطنين الإسرائيليين أو الصهاينة استوطنوا في فلسطين وأقاموا مستوطنات كيف تقولها؟ زاينزم أو ستلرز المستوطنين استوطنوا في فلسطين ستلد إن بالسطين استوطنوا ستلد إن استوطنوا في بالسطين في فلسطين وأقاموا and established and established settlement settlement وأقاموا أو أنشأوا مستوطنات سوبر إيزي أتولد يا أما يحتل فمعناها occupy واحتلال تسمى occupation أما المحتل شخص محتل occupiers فمثلا ممكن نقول إسرائيل احتلت فلسطين في 1948 إسرائيل occupied احتلت فلسطين في 1948 وممكن تقول ومنذ ذلك الحين لا زالت فلسطين تحت الاحتلال ومنذ ذلك الحين فلسطين لا تزال تحت الاحتلال أما سيج فمعناتها حصار وعادة يكون حصار عسكري لكي تجعل مدينة تستسلم فمثلا ممكن تقول غزة تحت الحصار الحصار العسكري وممكن تقول غزة تحت القصف غزة is under attack فممكن نقول برضو مثال آخر المجتمع الدولي لازم ينهي هذا الحصار أو يرفع هذا الحصار كيف تقولها؟ المجتمع الدولي برضو هذه تعتبر العبارات الشائعة المجتمع الدولي لابد أن ينهي هذا الحصار وممكن تقول الحصار العسكري وممكن تقول يرفع بدل ما تقول مثلا وممكن يرفع أما حصار يعني تمنع الناس عادة من الدخول والخروج أو البضائع من الدخول والخروج إلى البلد فتسمى blockade blockade فممكن تقول إسرائيل فرضت حصار مثلا حصار اقتصادي على الفلسطينيين Israel imposed فرضت حصار اقتصادي an economic blockade an economic blockade on the palestinians فرضت حظر اقتصادي على الفلسطينيين يعني منعت من دخول البضائع ولو أنت حابب تقول أنه مثلا إسرائيل بتحاصر مثلا غزة لسنوات عديدة يعني من الماضي ومستمر الآن ممكن تقول إسرائيل إسرائيل has been blockading Gaza for years إسرائيل has been blockading Gaza for years أما حظر أو يحظر مش حظر يعني بمعنى curfew حظر تجوال لا يعني تحظر سلعة من الدخول إلى بلد أو تعمل حظر على سلعة معينة فتسمى embargo embargo فمثلا ممكن تقول الكثير من الدول حظرت البضائع الإسرائيلية الكثير من الدول حظرت المنتجات الإسرائيلية أو الكثير من الدول فرضت حظر على المنتجات الإسرائيلية يعني تستخدم هنا embargo كاسم فتقول أما يقاطع أو مقاطعة بمعنى أنك ترفض أن تشتري سلعة معينة ممكن تكون موجودة في بلدك مع لهاش حظر ولكن لقرار شخصي مثلا أو سباب سياسية whatever تقاطعها يقاطع أو مقاطعة boy boycott boycott فمثلا ممكن تقول I decided to boycott the Israeli goods and products أنا قررت أني أقاطع المنتجات والبضائع الإسرائيلية وممكن تقول العرب نادوا لمقاطعة البضائع والمنتجات الإسرائيلية Arabs called for a boycott for a boycott of the Israeli goods and products super easy I told you أما rockets rockets we missiles missiles وحيانا missiles missiles معناتها صواريخ يشن يعني ضربة صاروخية تسمى launch rockets at وإطلاق الصواريخ تسمى fire rockets at فنقول Palestinians launched rockets at Israel الفلسطينيين شنوا ضربة صاروخية طيب أطلقوا صواريخ على إسرائيل فنقول Palestinians fired rockets at Israel الفلسطينيين أطلقوا صواريخ على إسرائيل super easy I told you أما shoot shoot فمعناتها مثل ما نقول بالعربية يتخ فمثلا ممكن تقول the Israeli soldiers shoot Palestinians everyday the Israeli soldiers shoot Palestinians everyday ولو أنت حابب تقول يتخ على يعني تخ رصات فتقول shoot at shoot at they are shooting at us they are shooting at us فهم بيتخوا علينا والماضي تبعها shot shot مثلا ممكن تقول هو تخه في الرأس he shot him in the head he shot him in the head وتخه في الرأس أما يطلق النار على فتسمى fire at fire at فممكن نقول يطلقون النار على الفلسطينيين ولو انت حابة تقول يطلق ترقة فتقول هو اطلق رصاصتين باتجاهي أو نحوي أما كلمة target يستهدف يعني القوات الإسرائيلية استهدفت المدنيين يعني استهدفتهم مثلا عسكريا أو ممكن استخدامها كاسم بمعنى حدف فمثلا ممكن تقول القوات الإسرائيلية تدعي بأن كل المنازل معناتها الشرعي أهداف عسكرية شرعية أما غارات جوية فتسمى ضربات جوية فنقول مثلا إسرائيل شنت غارات جوية على الفلسطينيين ضد الفلسطينيين وممكن تقول ضربات جوية ويمكنك استخدام strike و raid كفعال raid بمعنى يعني يغير و strike بمعنى يضرب فممكن تقول ضرب غزة مثلا ضربها بغارات جوية إذا عجبك هذا الفيديو اضعوا اعجب و اعجب انا اقول اياه